إصرار على المواقف في كاركوك بين الأكراد المؤيدين للاستفتاء والتركمان الرافضين له تسبب بسقوط قتيلين وحول المدينة التي تسكنها قوميات متعددة إلى برميل بارود ولم يبقى خيار أمام الإدارة المحلية للمدينة سوى فرض حضر تجوال في مركزها خشية تطور الأمور إلى نزاع عرقي مع اقتراب موعد إجراء استفتاء تقرير مصير إقليم كردستان هناك طبعا وشكلة حدثت أمام أحد مقرات الأحزاب التركمانية وحدثت ربما حالة قتل أو كذا هذا ربما مخطط إلى أن يكون بهذا الشكل لأنه حتى الجهة التي قامت بالعمل شبه مجهولة يبدو هناك تخطيط لخلق مثل هذه الأزمة حتى تركيا تدخل على الخط بشكل واسع بعد تراخل حكومة العراقية من إداء واجباتها العمنية في هذا المجال وكرر رئيس الإقليم البرزاني موقفه خلال لقائه بوزير الدفاع البريطاني مايكل فالن بأن الاستفتاء لن يلغى قبل الاتفاق مع بغداد على جدول زمني لإجرائه وبضمانات دولية فيما يستعد وفد الإقليم للسفر إلى بغداد لعقد مفاوضات مع الحكومة الاتحادية القيادة الكردية وتحديدا مسعود البرزاني يعي جيدا أنه لا يمكن قيام دولة محاطة بأربع دول رافضة وبالتالي ستكون حدودها البرية مغلقة وستكون أجواءها مغلقة ولربما ستتعرض لمناوشات عسكرية من قبل هذه الدول وبالتالي سيجر الويلات للشعب الكردي رئيس الحكومة حيدر العبادي أجل زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة لعقد جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار يتسم بالحزم ضد الإصرار الكردية على الاستفتاء كما يقول مستشار رئيس الحكومة المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا برفض إجراء الاستفتاء الكردي وهي أعلى مؤسسة قانونية لحل الخلافات في البلاد فيما دخل الحجد الشعبي على خط الأزمة بالانتشار عسكريا في مناطق طوس خرماتو والبشير ضمن كاركوك لتأمين مناطق الشيعة والتركمان الذين يعارضون ضم المدينة للإقليم الكردي طارق مهر التلفزيون العربي بغداد